لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل إحنا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المساق رحب بيكون أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنان حلقتنا النهاردة الأزهر بين التعطيل والتحريف احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الجامي بيقول خبر الرسول كخبر الله أتيت الكرآن ومثله معه لأنه لا ينطق عن الهواء ومن اعترض على رسول الله فيما صح عنه فقد اعترض على الله والاعتراض على الله إذا تعمد الإنسان ده بيكون ردة يعني اللي أول صفة الله على غير حقيقتها محكم عليه بالردة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول الحس بيحكم بأنها مخلوقة فإحساس شيخ الأزهر قال قال له إن القرآن مخلو وابن حجر بيقول لأ ربنا ما عندوش رحمة حقيقية لأن الرحمة دي أحسيس وإحنا ربنا مش حساس مش بتاع أحسيس وعواطف والشيخ البراك رد وقال بضمون هذا نفي حقيقة الرحمة عن الله تعالى وحمل ما ورد في ذلك على المجاز وتفسير الرحمة من الله عز وجل إما بإرادة الإنعام أو بالإنعام هذا جمع بين التعطيل والتحريف وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم وفي حلقة النهاردة هنواصل كلامنا لطلاب الأزهر ونشوف الشيخ البراك بيقول إن مسهبكو هو نفي حقيقة الرحمة عن الله يعني الله لا رحمن ولا رحيم يعني بالصلاة يا طلاب الأزهر ده إن كنتم يعني بتصلوا من أصلوا وحتى لو صليتوا مش هتنفعكم الصلاة بأي حاجة وإنتوا مرتدين لما بتقروا سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهي في عقدتكم بتقولوا لا رحمن الرحيم ده مالوش أي رحمة حقيقية شوفوا الحتة دي من كلام الشيخ البراكية طلاب الأزهر بيقول إن هذا جمع بين التعطيل والتحريف وهو سبيل الجهمية ومن تبعهم يعني الأزهر وشيخه ومشايخه بيعلموكو تعطيل القرآن والتعطيل معناه نفي الصفات يعني زي ما وضحنا في كلامنا اللي فات إن الله مش رحيم ولا رحمن إلى آخر تركى الصفات وكمان مش تعطيله بس ده تعطيل وتحريف وأنا أتوقع إن ممكن مثلا طالب من طلاب الأزهر بيتابع الحلقة دي ويقول للجنب أو حتى يقول لنفسه على فكرة الكلام اللي بتقوله مقدمة البرنامج ده مصحيح إحنا كأشاعرة بنقول إن الله رحمن ورحيم هقوله ما هو ده التناقض في مسابك وممكن دي هي الشبهة اللي بيضحك بيها عليكم الأزهر وشيخه ومشايخه وبيقولوا لكم حاجة وعكسها وإحنا نقلنا قبل كده كلام شيخ الأزهر وإزاي إنه بيقول إن القرآن مش مخلوق ومخلوق وشوفنا وشوفه كمان معي شيخ الأزهر يقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي فلا هو جعل إن القرآن كله مخلوق ولا إن القرآن كله حادث أو قديم أو أزلي وزي ما شوفنا شيخ الأزهر بيقول فلا هو قال إن القرآن كله مخلوق ولا القرآن كله قديم أو أزلي مش عارفة هل طلاب الأزهر بيعتبروا إن الحاجة وعكسها في الشيء نفسه ده منطق مقبول يعني الكرآن مش مخلوق ومخلوق دي جملة ممكن نقولها لأي إنسان عاقل فضلا إن حد يصدقها هو ده كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ودي حاجة ملهاش أي علاقة بشبهة ولا جهلة عشان نقول إن طلاب الأزهر معذورين لإنهم جهلة أو إن الأزهر وشيخه ومشايخه لبسوا ودلسوا الشبهات عليكم يا طلاب الأزهر أي نعم الأزهر وشيخه ومشايخه بيدلسوا وبيلبسوا عليكم بشبهات نعم ده صحيح لكن في حاجات المفروض إن أي إنسان عاقل بيرفطها وغير قابلة للتصديق حتى أي حد أي طفل بيش هيصدقه فما بالك لطلاب الأزهر اللي المفروض إنهم بيمثلوا أكبر مؤسسة دينية لما يتخرجوا ويبقوا مشايخ يشار ليهم بالبنان زي ما بيقولوا في المثال ده حتى التناقض اللي فيه كلام الشيخ الأزهر وصل إلى حلة شديدة يعني مسيرة للشفقة وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي عشان نشوف بيقول توسط الأشعري فقال إن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي حقضه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق وهنا الشيخ الأزهر بيقول توسط الأشعري فقال إن الكلام اللي هو القرآن بمعنى إنه المعنى أو المعاني اللي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي هيخطبه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق يعني يا طلاب الأزهر لما أي حد يقولك أي حد مش شرط الشيخ الأزهر لما أي حد يقولك الله يتكلم من غير ما يتكلم هل الكلام ده ممكن حد يصدقه هل أي حد لما يقولك إن الله أخرس بس بيتكلم هل هتصدقه ولا أنتوا صدقين لو أنتوا صدقين مع نفسك طبعا هتقولوا الكلام ده كلام مجاني طيب ليه لما بيقولوا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتصدقوه هل أنتوا بتعبدوا شيخ الأزهر حتى لو قلتوا لا إحنا مش بنعبد شيخ الأزهر فطالما أنتوا بتصدقوا كلامه اللي هو عبارة عن أحاسيس أصلا زي ما قال شيخ الأزهر بنفسه إن عبارة عن أحاسيس فقط ما لوش أي دليل من القرآن ولا السنة بل بالعكس القرآن عكس كلام شيخ الأزهر القرآن بيقول كلم الله موسى تكليما وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول لا لا تكلم ولا تكليما ده من كلام شيخ الأصهر وأي آية فيها الله كلم حد مش هنعرف تفسيرها وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هقول لنا إيه إنما المعاني قديمة منذ الأزهر يرفض الأشعر أنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وإلا يا ربنا لما يصرف أنه متكلم وأنه كذا الآية دي لا تفسيرها وهنا زي ما شفنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيقول إنما المعاني القديم ما يرفض الأشعر إنها لم تكن شيئا ثم وجدت فيما بعد وإلا يبقى ربنا لما يصف أنه متكلم وأنه كذا الآية دي لا نستطيع تفسيرها كلام شيخ الأصهر بيقول لا تستطيع تفسيرها لأن تفسير أو تفسيرها إن الله كلم موسى تكليما حقيقة لا تستطيع تفسيرها إن الله لم يكلم موسى ولا تكليما فإنتوا يا طلاب الأصهر لما صدقوا شيخ الأصهر معاناها إنكم بتعبدوا من دون الله وبرضو بتكذبها الله ورسوله والصحابة والتبعين وبرضو لسه الكلام مخلص مع الطالب الأصهري اللي بيقول للي جنبه أو حتى بيقول لنفسه على فكرة الكلام اللي بتقوله مقدمة البرنامج ده مش صحيح إحنا كأشاعر بنقول إن الله رحيم ورحمن وأسأله هل بتقصد رحمة نفسية برضو؟ إن كان الله بيتكلم كلام نفسي وده أثبتناه من كلام شيخ الأصهر نفسه بالصوت والصورة تبقى الرحمة اللي بتقول عنها يا طالب الأصهر تبقى رحمة إيه؟ نفسية وإرجع لحلقة رقم 38 وكانت عنوان الحلقة ابن حجر وإله لا يرحم ولا يغضب وأفكركم قلنا فيها إيه؟ في سهيل بخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهوان عليه الحفظ ابن حجر بيقول والمراد من الغضب لازمه وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب لأن الرحمة مقتدى ذاته المقدسة وإنما الغضب فإنه متوقف على سابق عمل من العبد الحادث هنا الشيخ البراك رضع الإبن حجر وقال وقوله والموجب لذلك عند من تأول هو امتناع حقيقة الغضب في حق الله تعالى لأن ذلك بزعمهم يستلزم التشبيه وبهذه الشبهة طبعا نفى الأشعارة كثيرا من الصفات ونفى الجهمية والمعتزلة جميع الصفات يعني مش عايزين نشبه الخالق بالمخلوق فننفي عنه الرحمة لأن فيها لين وضعف والغضب كمان لأن اللي بيغضب بيتنرفز ودمه كده يعني بيفور في دماغه ووشه بيحمره طبعا الله مش زي الخلق إذن الله لا يغضب ونشوف ابن حجر بيكرر نفس كلام شيخ الأزهر أو بين باب الأمانة العلمية شيخ الأزهر هو اللي بيكرر نفس كلام ابن حجر نشوف كلام ابن حجر لأن الرحمة مقتدى ذاته المقدسة وقبل كده نقلنا من نفس الحلقة رقم 38 وكانت عنوانها الله لا يرحم ولا يخضب في سهل بخاري الكتاب تفسير الكرآن سورة الفاتحة وسمية أم الكتاب قال الحفظ ابن حجر والرحمة لغة الرقة والإنعطاف وعلى هذا فوصفه بها تعالى مجاز على إنعامه على عباده وهي صفة فعل لا صفة ذات يعني بعبارة تانية الله رحيم رحمن كصفة ذات لكن الرحمة دي كفعل هي مجاز عن إنعامه على عباده والمجاز معناها أن الله أو أن رحمة الله مش حقيقية يعني الله رحيم رحمن لكن بدون رحمة حقيقية يعني تقدر تقول رحمة نفسية زي الكلام النفسي كده اللي شرحوا شيخ الأصهر في الحلقات اللي فاتت وكل الصفات اللي لها فعل الأشعارة بيقولوا عنها إنها مجازية يعني نفسية ودلوقتي هعمل لكم مرخص لحلقة النهاردة احنا شفنا في حلقة النهاردة الكلام كان موجه لطلاب الأصهر الشيخ الجامي قال إذا تعمد الإنسان الاعتراض على الله ده بيكون ردة يعني الأصهر وشيخه ومشايخه بيعلموا الطلاب تعطيل القرآن والتعطيل معناه يعني نفي الصفاته أخذنا أمثلة من كلام شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب إن الله بيتكلم كلام نفسي وإننا أي آية نشوفها فيها إن الله بيتكلم لنا نستطيع تفسيرها وهكذا بقي الصفات زي الرحمة والغضب وصفة الغضب وغيرها كلها صفات مجازية وتابعوني الحلقة الجاية عشان نواصل مع بعض عقيدة الأشاعراء والأصهر والتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت من أقبل بعقله وإذا يرد بعقله وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ونعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر